أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443 هجرية 2022 ميلادية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو وحتى يوم السبت الموافق الرابع عشر من مايو وسيتم ذلك على النحو التالي إجراء القرعة بمدريات أمن أسوان الوادي الجديد الفيوم الشرقية ضميات مطروح البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو وتجراء القرعة بمدريات أمن الأقصر أسيوت الجيزة الدقاهلية بورسعيد الإسكندرية جنوب سيناء يوم الأربعة الموافق الحدي عشر من مايو وتقرر إجراء القرعة بمدريات أمن قنة المينيا القليوبية الغربية الإسماعيلية البحيرة شمال سيناء في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو كما تقرر إجراء القرعة بمدريات أمن سهاج بني سويف المنوفية كفر الشيخ السويس القاهرة يوم السبت الرابع عشر من مايو